حزب الله الآن لابد من الرد باعتقادي البيئة اللي حصل فيها الهجوم والظروف اللي حصل فيها الهجوم الإسرائيلية لحزب الله وتدعيات هذا الأمر حتم على حزب الله كثير من الأمور أولى بأن حتى حزب الله يعيد مصداقية نفسك مجموعة بتقاوم أو شرعيتها بالمقاومة بهذا الجانب أضف إلى ذلك أنه خلال السنوات الماضية كان يتعرض كثير من المواقع حزب الله في سوريا إلى هجمات إسرائيلية وكان فيه هناك بالنسبة له أولويات وبالتالي كان ينطي نوع من التهديدات العامة بهذا الجانب هذا قد يكون إلى حد ما أثر سلبيا على موضوع حزبه أما وأن جاءت الآن الفرصة حقيقة ضمن السياقات الإقليمية والدولية التي حصلت الآن يجد فرصة لحزب الله بأنه يستعيد هذه المصداقية من خلال قدرته على الردع بهذا الجانب من خلال قدرته على الردع بهذا الأمر يستعيد ما يسمى بشرعيته على اعتبار أنه فصيل مقاوم بهذا السياق وبهذا الأمر ضمن تصعيد محدود إذا استمعنا وحللنا خطاب حصن نصر الله لا شك في كودرمون وبعد ذلك هو كان يتحدث عن تصعيد محدود يعني معير بشكل أن لا يؤدي إلى مواجهة شاملة استراتيجية بسياق الأمر هذه المواجهة تعيدها لذها عام 2006 ويمكن تكون لسه كمان أكثر من عام 2006 أخذنا بعين الاعتبار قدرة التسليح أيضا عند حزب الله إسرائيل والظروف الإقليمية وغيرها في هذا الجانب في هذا الاتجاه يعني أنا بعتبرها مواجهات حرب نفسية إعلامية أكثر منها عسكرية حقيقة بهذا الجانب بهذا الاتجاه بهذا السياق لاحظنا السياق النفسي السياق الإعلامي والتصعيد الإعلامي والتصعيد النفسي أكثر بكثير من التصعيد الميداني في هذا الجانب في هذا الأمر يعني وبالتالي باعتقادي الآن أما وأن حزب الله نفذ وعده وبالمناسبة يعني خلينا أشير هنا مش التقليل من حزب الله لكن أيضا في غزة يعني كان يكون في قصف إسرائيل وبالتالي يكون في جماعات المسنحة في غزة أيضا كمان تقصف بهذا الأمر بالرد يعني واضح أنه في بعض من فصائل المقاومة أيضا عندها الرغب على تأكيد ما يسمى بمبدأ الردع بهذا الجانب بهذا الاتجاه أنا باعتقادي الشخصي مسألة أن يكون في حرب مفتوحة ومواجهة مفتوحة استراتيجية بالمعنى الحربي يعني إسرائيل ولا حزب الله ولا إيران وخلينا نحكي شغلة معينة لا شك أنه حزب الله اللي قام في هذا العمر لكن أيضا في هناك سياقات إقليمية ودولية هي الأكثر ضبطا للإيقاع منها في هذا الجانب يعني مسألة الحرب والذهاب إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل وليس فقط قرار حزب الله لوحد بهذا الأمر لأنه في نهاية المطاف أي حرب مفتوحة مع إسرائيل سيكون فيها إلها تداعيات إقليمية ودولية هل إيران جاهزة لهذا الجانب؟ هل سوريا اللي بعد ثم سنوات تسع سنوات من الصراع من الحرب جاهزة في هذا الجانب بهذا الاتجاه السياق الدولي الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الآن تحدث عن إدارة مختلفة إدارة قلبا وقالبا مع إسرائيل في هذا الجانب هل لبنان الآن قادر على تحمل حرب مفتوحة في هذا الجانب؟ لذلك جاءت السياقات وباعتقادي يعني حزب الله إلى حد ما في الأيام اللي مضت في الحرب النفسية في سياق القرار السياسي أدارها إلى حد ما في نعمة الاحترافية بمعنى أنه كان عارف وين سقف التصعيد بهذا الجانب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر